السيدات والسادة مساء الخير لو تحدثنا عن الإبداع المصري في مجال القصة والرواية والكتابة للسينما والتلفزيون سنكتشف أنه لم يكن في أي وقت من الأوقات حكرا على رجال هناك أسماء نسائية كتبت أعمالا خالدة وباقية في ذاكرة المصريين اليوم نحن نتحدث عن أحدث جيل في عقد الإبداع المبتد منذ بدايات القرن الماضي جيل تفتح وعيه في التسعينيات على واقع اجتماعي جديد واقع حطمت فيه تكنولوجيا لاتصال أشكال الحدود والقيود والعلاقات الاجتماعية القديمة ظهرت أقلام نسائية مصرية ترى الواقع بعيون مختلفة موضوعاتها مختلفة أبطالها لا يشبهون أبطال الروايات والحواديث القديمة ظهرت أسماء لأديبات حققنا شهرة كبيرة في مصر والعالم ترجمت أعمالهن وحصدنا جوائز عالمية مرموقة اليوم نحن نتحدث عن إبداع جيل من حقه علينا أن نعرفه أن نتأمل إبداعه ونفخر به كما يفخر هو بهويته وبانتمائه لبلد قدم للإنسانية العديد من رموز العلم والفن والثقافة حديثنا اليوم من مصر عن إبداع المرأة عن مشوار وإنجاز أديبة مصرية تحدث عنها العالم هذه الأيام أهلا بكم ترجمة نانسي قنقر